الراجل خلى لعيبة الاهلي الشوت التاني تطلع نار مدهش لقى الشوت التاني ده الاهلي جاب خمس اهداف وضيع خمسة نمسك بقى واحد واحد الشناوي وانا قلت الكلام ده وهعيده الف مرة يا بخت الاهلي بالشناوي يا بخت جمهور الاهلي بالشناوي ازاي يا جماعة الشناوي لما بيغلط غلطة الناس بتدوس عليه قوي كده غلطة وميزة الشناوي عن اي حارس في مصر ان اخطاؤه متبعدة كده كده الحراس في العالم كلهم بيغلطوا بس تعرف الحارس الجيد او الممتاز منين ان اخطاؤه مش متكررة ومش في فترة قصيرة يعني مش تليه ثلاثة اربع مباراة وربعة عمال يغلط لا ده كل عشرة خمستاشر مباراة تلاقي خطأ للشناوي غريب ان مع اي خطأ للشناوي تلاقي الناس بتدوس عليه في رأيي ان الشناوي دون اي مبالغة وده يا كورة ملاقاش علاقة بالمقارنات بس دي كورة ودي عسيات الكورة بس الشناوي من افضل من افضل الحراس اللي شفتهم في حياتي وانا عارف ان بعض الناس ممكن يفتكروها مبالغة بس بمعنى انها امكانيات كورة فشناوي واحد من افضل الحراس اللي شفتهم في الدنيا بيتعامل مع الانفراضات ممكن يبقى عنده عيوب تانية ممكن يبقى عنده مشاكل تانية بس هو من احسن الناس اللي بتتعامل في الانفراضات اداء مميز اداء رائع انطلاقة مش طبيعية بيروح زي الاسد على اي لعب منفرد يخد اي لعب منفرد من خلوش يعرف يفكر ممكن بقى تقول لي ها السكورات التصوبات اللي من خارج ها السكورات العرضية ممكن يبقى مش حارس كامل وإلى كان زمان اللطف اعظم فرق اوروبا بس في قصة الانفراضات دي مدهش خروجه وطريقة خروجه وفردة ايده وفردة رجل مرعب لاي لعب شكاية سرامية كليباترة النهاردة لما وصل باكتر من فراد فجأة اي لعب مع الكورة من سرامية كليباترة فجأة بلاقش انها مقفل كل حاجة قفلها ميا ونور مضلمها يعني اداء مميز جد